أسد أم نمر؟ من سيفوز في صراعهما؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو سنتحدث اليوم عن صراع الأسد والنمر وسنحاول معرفة من سيفوز في هذه المعركة الجسم الأسدان والنمور هما من أكبر وأقوى الحيوانات المفترسة في العالم وهما يشتركان في العديد من الصفات المشتركة مثل الحجم الكبير والعضلات القوية والمخالب الحادة ومع ذلك هناك أيضا بعض الاختلافات المهمة بين هذين الحيوانين والتي يمكن أن تؤثر على نتيجة الصراع بينهما الأسود الأسود هي أكبر الحيوانات المفترسة في إفريقيا ويبلغ وزنها ما بين 100 و 250 كيلوغراما وهي تعيش في مجموعات تسمى الطرائد والتي يمكن أن يصل عدد أفرادها إلى 30 أسدا ويلعب الذكور دورا مهما في حماية الطرائد حيث يقومون بمطاردة الفرائس وإبعاد الحيوانات المفترسة الأخرى النمور النمور هي ثاني أكبر الحيوانات المفترسة في العالم ويبلغ وزنها ما بين 100 و 300 كيلوغراما وهي تعيش في آسيا وغالبا ما تعيش بمفردها أو مع قطيع صغير من الإناث والنمور هي حيوانات عدوانية للغاية وهي معروفة بقتل الفرائس التي تفوقها حجما الاختلافات بين الأسد والنمر هناك بعض الاختلافات المهمة بين الأسد والنمر والتي يمكن أن تؤثر على نتيجة صراعهما وفيما يلي بعض هذه الاختلافات أستاريسك الحجم يبلغ متوسط وزن الأسد 200 كيلوغرام بينما يبلغ متوسط وزن النمر 250 كيلوغرام لذلك يكون النمر أكبر حجما من الأسد أستاريسك النمور أسرع من الأسود حيث يمكنها أن تصل سرعتها إلى 65 كيلو مترا في الساعة بينما تصل سرعة الأسد إلى 50 كيلو مترا في الساعة أستاريسك الذكاء الأسد أذكى من النمر حيث يمكنه استخدام ذكائه في التخطيط لمهاجمته من السيفوز بناء على هذه الاختلافات فإن النمر لديه بعض الفوائد في صراعه مع الأسد فالنمر أكبر حجما وأقوى عضليا وهو أيضا أسرع ومع ذلك فإن الأسد أذكى ويمكنه استخدام ذكائه في التخطيط لمهاجمته في النهاية يمكن أن يفوز أي من الحيوانين في صراعهما وذلك يعتمد على العديد من العوامل مثل حجم الحيوانين وحالتهم الصحية وموقع القتال ومع ذلك فإن النمر لديه بعض الفوائد التي يمكن أن تساعده في الفوز في صراعه مع الأسد في النهاية لا يمكننا أن نقول بشكل قاطع من سفوز في صراع الأسد والنمر ومع ذلك فإن النمر لديه بعض الفوائد التي يمكن أن تساعده في الفوز في هذه المعركة إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات حتى تصلكم الفيديوهات القادمة